نعم أهل الكهف فتية كما قال الله جل وعلا آمنوا بربهم كان قومهم على الشرك كان قومهم على الشرك فأنكروا الشرك ولكنهم خشوا على دينهم من أن الكفار يصرفونهم عن دينهم فخرجوا من البلد فارين بدينهم خرجوا من البلد فارين بدينهم إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض هذا إنكار على قومهم لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة من دون الله من دونه آلهة لو لا يأتون عليهم لو لا يأتون عليهم بسلطان يعني حجة المشرك ليس له حجة إلا التقليد واتباع الناس على ما هم عليه الحجة على التوحيد ما هي على الشرك المشرك ليس له حجة هبت إلا شبهات مجرد شبهات وإلا فالشرك ليس له حجة أبدا إنما هي شبهات وتمويهات فقط لو لا يأتون عليهم بسلطان بين أمن أظلم ممن افترى على الله كذبا هذا كما في قوله إن الشرك لا ظلم عظيم فهم لما أشركوا بالله صاروا ظلمة أعظم الظلم لأنهم وضعوا العبادة في غير موضعها وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون من دون الله فأووا إلى الكهف وين يروحون اختاروا إنهم يذهبون إلى كهف إلى غار إلى غار يدخلون فيه يلجأون فيه ويختفون فيه يختفون فيه عن قومهم لأن لا يخرجوا في طلبهم وانظر إلى شبه هذا بقصة الرسول صلى الله عليه وسلم في الهجرة لما اختفى هو وصاحبه في غار ثور في غار ثور حتى انقطع طلب المشركين عنهم فهؤلاء الفتية اختفوا في هذا الغار من أجل أن لا يمسكهم الكفار ثم أصابهم النوم بينما هم كذلك أصابهم النوم أصابهم النوم ومعهم كلبهم أصابهم النوم مثلهم وبقوا سنين أعلمها إلا الله عز وجل وهم نائمون والله يقلبهم ذات اليمين وذات الشمال لألا تحترق جنوبهم من طول المكن وطالت شعورهم وطالت أظفارهم لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا يقول الله لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم لو اطلعت عليهم في الغر وهم على هذه الحالة بعد السنين الطويلة وهم نيام ينظرون وليشوهم يحسبهم مستيقظين وهم نيام يحسبهم أيقاظ وتحسبهم أيقاظاً وهم رقود ينظرون إلى الداخل وهم نيام هذا من آيات الله عز وجل فهؤلاء فهؤلاء هم أصحاب الكافر ولما استيقظوا بعد مدة طويلة ثلاثمائة سنين وزداد وتسعة أو أكثر الله أعلم قل الله أعلم بما لبثوا لما استيقظوا حسبونا أن توهم لبثنا يوماً أو بعضاً أو بعضاً يوماً حسبونا هم نعموا وولاً النهار واستيقظوا في المساوي حسبونهم في يومهم لا يزالون ثم إنهم وجدوا الجوع فأرسلوا من يشتري لهم الطعام وإذا بالبلد امتغير والذين عليه أسلموا والملك أسلم وهم يظنون الجيل الأول أنه باقي فلما رأوا هذا الشخص استغربوه استغربوا هذا الشخص والنقود اللي معه قديمة معه ورق يعني نقود من الفضة بيشتريب من ضرب السلطان الأول الليلوه قرون استغرب الناس منين جاب هالنقود هذه فلما أحس إنهم تنبأوا له هرب فلما جاء إلى أصحابه وإذا هم قد ماتوا إذا الله قد قبل أرواحهم جاء الناس بآثره فوجدوهم موتى في الغار تشاوروا ماذا يصنعون بهم كما في آخر القصة في الآية الشاهد قولهم إنهم إن يظهروا عليكم يعني ينتصر عليكم يرجموكم لأجل دينكم أو يعيدوكم في ملتهم يرجموكم يرجموكم لأجل أن تعودوا إلى ملتهم أو يقتلوكم بالحجارة إنهم يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا ولن تفلحوا ولن تفلحوا إذاً أبداً إذا رجعتم إلى ملتهم بسبب التهديد وبسبب الضر فلن تفلحوا إذاً أبداً فدل هذا على أنه لا يجوز للإنسان أن يتنازل عن عقيدته في حال من الأحوال حتى ولو قتل ولو حرق كما قال صلى الله عليه وسلم لا تشرك بالله وإن قتلت أو حرقت فالإنسان ما يتنازل عن دينه أما كونه يترخص في الظاهر عند الإكراه هذا شيء آخر لكن كونه يتنازل عن دينه إلى دين المشركين هذا لا يجوز في حال من الأحوال حتى ولو قتل ما يتنازل عن دينه الذي قرب الذباب وخل سبيله دخل النار لما وافقهم على دينهم ذبح طاعة لهم دخل النار نعم ترجمة نانسي قنقر